حان الوقت لرد الجميل وتقديم الثمن لمن دعمه وأبقاه في السلطة هكذا يسعى الأسد في سوريا لتقديم العطايا لحلفائه عبر تقسيم كعكة عالة الإعمار أو بعبارة أخرى تقديم الأتاوات لمن شاركوا في الجزء الأكبر من الخراب والدمار في البلاد وتواطأ على تهجير أهلها رغم استمرار المعارك في عدة مناطق وعدم التوصل إلى حل للأزمة في البلاد حتى الآن مساعد وزير خارجية النظام أيمن سوسان الذي أكد أن توجهات الحكومة في المرحلة القادمة هي يعطى الأولوية في مشاريع يعادة الإعمار للدول الحليفة لم يعني وبشكل مؤكد دولا طالبت بوقف جرائم الحرب في سوريا أو تلك التي استقبلت أبناء سوريا الفاريين من أتون الحرب والتي وصفها في خطابه بالمعادية وليعطاء زخم لتوجهات حكومته في تقسيم أموال أعمار سوريا زعم أيمن سوسان أن مكتب متابعة الشؤون الاقتصالية لعادة الإعمار تلقى ألاف المراسلات وأنه تمت معالجة طلبات ما لا يقل عن أربعمائة شركة تنتمي لدول مختلفة خصوصا روسيا والصين والهند إلا أن الوزير لم يشر إلى الحليف الأبرز إيران التي أكلت تقارير لمنظمات عدة استيلاءها على العديد من العقارات في دمشق وغيرها إلى ذلك اعتبر وزير خارجية الأسد سوريا بيئة خصبة ومملوئة بالفرص الاستثمارية في كل المجالات بعد إن عمت دمار الجزء الأكبر منها لا سيما محافظة دير الزور التي تصدرت قائمة المدن الأكثر خرابا حتى بلغت خسائر الناتج القومي 226 مليار دولار بحسب تقرير للبنك الدولي المجتمع الدولي الذي فشل في إيجاد حل للأزمة السورية لن ينجح في حماية أموال الشعب السوري بل ربما سيطالب بشكل أو بآخر بحصته من تلك الكعكة اشتركوا في القناة